كل الشكر كمان النهاردة لكل جمهور النادي الاهلي في الوطن العربي كله كل الشكر لجمهور النادي الاهلي اللي كان موجود النهاردة في الأستاذ الأستاذ قال نهيان النهاردة نص جمهور النادي الاهلي الحمد لله حسناً فعلت الإطارة خلال اليومين تلاتة اللي فاتوا والجواب اللي بعاتته للاجد المنظمة والأمور دي كلها دول الأبطال دول الابطال دي صورة الابطال اللي النهاردة شرفونا واتبسطنا بيهم وفرحنا بيهم لانه كنا نستحق افضل من كده جماهير مين اللي بص حضرتك الصورة دي معبرة هو ده النادي الاهلي وجمهوره في ظهره هناك هو اللي في ظهر اللعيبة دول الجمهور هم دايما اللي بيبقوا في ظهرنا ظهر اللعيبة ادي ايه الواحد مبسوط ادي ايه الواحد فرحان تالت العالم خدناها مرتين قبل كده ودي التالتة ولكن ادي ايه انا مبسوط بالاشياء ده اللي بسمحها من كل العالم على النادي الاهلي ادي ايه الواحد مبسوط من كل حاجة بتتعمل وبتتقال على النادي الاهلي ادي ايه الواحد مبسوط ان عندك مدير فني تعرض يا رجل ده حصل زلزال مش حصل زلزال من كام يوم قلولي كده من اسبوع تقريبا ولا حاجة صح قالوا ان موسي ماني السبب فيه كان فاضل يقول انا بهزر طبعا كان فاضل يقول ان موسي ماني بقى لازم يمشي من كتر الهجوم والحملة اللي كانت عليه ان موسي ماني لازم يمشي عشان هو السبب في الزلزال هو زق حاجة كده في عمل زلزال في مصر اه والله يعني كل رجل تبقى كسبان مطش بالليل بطولة بطولة انا خايف بكرة الصبح الاقي احدى القنوات اللي حضراتكم عارفينها وكل الناس عارفها طلعها تتكلم تقولك اصل موسي ماني ما غيرش او غير وليد سليمان فنزله حيعمله قصة مية في المية وليد سليمان انا سايبله جزء لوحده حتكلم عنه فيه فموسي ماني يعني اللي بيحصل ده او اللي كان بيحصل مع موسي ماني الفترة اللي فاتت اتمنى ان يتم تغييره هل ده معناه ان ما فيش نقد لا حننقض موسي ماني ومن داخل قناة النادي الاهلي حننقض موسي ماني اذا اخطأ حنقول ولكن زي ما جمهور النادي الاهلي علمنا وزي ما جمهور النادي الاهلي اتعلمنا منه على مدار سنين كتيرة جدا جدا بيعمل ايه النهاردة او يوم المباراة سابق حصل ايه نقد كبير جدا لكل لعبة النادي الاهلي والجهاز الفني مظبوط بعد المباراة منتهت وساعتين ثلاثة والنقد حصل تاني يوم المساندة 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 هو ده هو ده اللي بيغير وهو ده النادي الأهلي وجمهوره